يا أخي السلام عليكم كيف حالكم طيبين طيب أحيان يحسني كاعدة أشوف يعني أشياء كذبية وعيان أحس أن أصدق أنا ما أدريش أقول لكم بس أحملوا كلامي اليوم اللي راح أسألوف لكم إياه يعني متخيلين في يوم من الأيام كان ينقال لي يعني الناس تقول لي تقول سامة تدري إن في ناس تقدر تهكر الشغلة الفلانية هذي في ناس تقدر تخترق الموضوع هذاك في ناس تقدر تهاجم عن طريق الكمبيوتر حسيت أن الموضوع شوي كذبي ما في الأشياء هذه أحس أشياء إعجازية وكذا مرة يعني يجوني يناس يقول سامة أنا اخترقت أنا صار لي كذا وحس الموضوع هذا مو حقيقي أحس أنه كذبي أحس أنه ما يدخل مخي تخيل اليوم من الأيام إنك كنت تمشي في طريق شوي واحد صحة من قبرة له متين سنة ميت أو متين سنة في غيبوبة طلع لك كذا قاعد ينظر فيك وشاف معك جوال هل راح يفدق أن هذا الجوال شي حقيقي أو أنه في حلم قلتنا لا أكيد أنه في حلم بس لا تقعد تسولفين أني وحيانة أحس أن الهكر غير موجودين عادي كلها كذبوا وخزع بلاتوا وسواليه عادي كلها كذبوا وخزع بعمل اشترك عندما تقول اننا صحيح لا 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 انا صحيح حسنا هل تريد ان تحاول حاولك؟ نعم لا مشكلة مرحبا مرحبا اتحرك 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 بمجلس ثقيلة افسح افق ما هي فكرة مقطع اليوم؟ باعتكم ياه بكل اختصار واحد من الشباب اخترقوا جهازه قبل فترة كلمني قالوا اسامة اخترقوا جهازي واصرقوا قناته صاروا ينزلون حقت مدري ايش صاروا ينزلون اشياء كثيرة قلت له خلاص اوكيه الله يعوضك وزي كده وحاولت استرجعها من الشركة و الى اخرة وهذه اللحظة جتني فكرة قلت له اسمع ابغى اتواصل مع اي هكر بعطيه ايميل هل يقدر يخترقه او لا كيف يعني تفيته هكر انت قلت له يابا ابغى تهكر ابغى سوي تجربة اكلم هكر واقول له كر الايميل هذا اعطيه ايميل احط باسورد وحط حقق وحط اشياء كثيرة واختبر الهكر هذا فهذه حرفيا فكرة مقطعنا اليوم ممكن تكون سلسلة اذا شفت عليها اقبال بشكل مرة كبير اضغط على لايك عشان اعرف ان هذا المقطع والنوعية المقطع هذه تعجبك ولا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس تنبيهات او كل التنبيهات اذهب يا جماعة الخير طبعا الي ما يعرف دخلنا الي هو دارك ويب او ديب ويب المهم نفس الموقع هذا الموقع هذا معروف عنا انه من المواقع الي عليها شبهة من المواقع الي يبيع الاشياء الي غير مسموحة في اي مكان موقع مرة سيئ لابعد درجة في قصص كثيرة يعني بتحصونا في اليوتيوب عن المواقع هذه موضوعنا ومو هنا موضوعنا كلمت خويه الي اخترق جهازه قلت بما ان جهازك مخترق خلاص خلنا ادخل ديب ويب او دارك ويب هذا خلاص يا ساما اجل باخذ هذي اللي سمول جوب اللي هي حقة الاميل والفيسبوك والفايروس والددس خلاص انا الحين بتفعله اول ما يرد عدد يقلي هو شي يسوي تقريبا 250 يورو اللي هي اتوقع 225 دولار تقريبا بسوي حساب الحين وخلاص ما يرد علي با اكلمك من الخيارات هذي حصلنا خيار يقول تقدر تستاجر هكر يعني ذكرت تقدر تستاجر قاتل مأجور تقدر تستاجر هكر يشتغل في الشي اللي انت بغاه مثلا تعطيه شي ويسويه يعني من الخيارات حقتها يقولك مثلا تبغى تتبع شخص تبغى تأذي شخص تبغى زي ما تقول تحكر حساب تبي تبي الاخرة طبعا وكل شي بتقييمات ومبالغة يعني الخدمة عليها مبلغ ما في شي بلاش ان اخترنا خدمة كانت سعرها 250 يورو طبعا التجربة اللي راح تشوفونا راح تكون على جهاز خوي الانجازي هي اشياء كثيرة اي ميلات حسابات اشياء مرة كثيرة ومستحيل ان يدخل مواقع هذي او اسوي اي شي من هذه الاشياء فراح نبدأ الان في رحلة مقطع اليوم تواصلنا معه قال تواصلوا معي عن طريق حسابي في الانستجرام طيب يا جماعة الخير اول شي ثوينا اعطينا فولو اسمه دكتور انينموس وكاتب انه خبير في البرمجيات وضايف اثنين وعنده متابعين 1585 ومنزل بوست واحد دخلت الله يسلمكم الخاص وكتبت له انا اللي كلمتك بترجملكم على طول عشان ما اتعرف المونتاج انا اللي كلمتك في موقع داركويب وقلت لك اني ابغى اخترق وزي كده وقلت لي انتكلمني في الانستجرام ننتظر ردة ونشوف طيب يا جماعة الخير رد علي وقال لي وش تبي تخترق ايميل ويبسايد اللي هو متصفح او فيسبوك او تبغى تسوي دي دوس راح اكتب لاني ابغى تسوي اختراق لايميل خنجرب نكتب لايميل طيب يا جماعة الخير ارسل لي قال لي وش الايميل اللي تبغى تخترقها جيميل ياهو هوتميل اوتلوك والثاني هذا الممنى نفس كده راح اقول لاني اليميل اللي يبغى تخترقها اوالشي راح اختبر راح اعطيه ايميل راح اعطيه اي ايميل اشوف هل هو راح يدخل على الايميل هذا او لا بعده اذا والله اموره تمامي يقدر يدخل على الايميل الجيميل راح اختاره لانه يحدد الاي بي حقه يعلمنا هو وين فيه الدخول هذا جا من وين دعني نجرب الحين ونقول له جيميل طيب يا جماعة الخير رد علي وقال اني احتاج من 30 دقيقة الى 60 دقيقة ويقول فيها ديوونت يقول انك تبغى الحساب بالمعلومات الحساب او تبغى الايميل كامل يعني تاخذ الايميل تاخذ الايميل او باسورده وتحطه عندك راح ااخذ اني اقول لا ابغى الايميل كامل ابغى اشوف الايميل اللي راح اخلي او راح اخذه من خوية ارسله له بشوف هل هو راح يسجل تسجيل دخول او شي مريب لان جيميل يا جماعة الخير اذا صار فيه تسجيل دخول اي شو صير يعطينا اللوكيشن حقه من وين جاي الاختلاق هذا راح او شي ارسله الايميل راح اخذه من خوية لان ورسله الايميل واشوف قوته اذا قدر يسحب الايميل حق خوية ويعطيني اياه اتوقع الموضوع بيكون يعني تعال تعال اشوف افغى طوب الكلام تعال رد علي يا جماعة الخير وقال لي اوكي وقعد اتحمل الرسالة الى الحين ننتظر وش راح يقول اوكي سند مي ذا ايميل يقول ارسلي الايميل عشان توقع انه يبغى يبده شغله فراح نرسله الايميل بستواني اتصل على واحد من الشباب يعطيني ايميل من عنده ايب يا جماعة الخير انوش سويت الحين خوية ارسلي الايميل راح اخذ الايميل هذا وارسله له وبرضو جبت خوية معاي يوسف له هلو 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 بالقلب هذا اللي يخترقوه يا جماعة الخير راح نكتب لها الحين اليميل يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ديت تسجيل حسنا، الآن يصام منتاج، خلت تسجيل هنا حسنا، طيب يوسف علمني إذا سجل دخول مريب سجل دخول كذا مريب من منطقة جغرافية ومختلفة عن السعودية نهائيا مستحيل مستحيل جميل حمايتهم ترقوية مرة أتوقع أنا يكذب حبيبي حبيبي يركز معي، أنا ما أجيب لأناس قويين يا لس نجرب تجربة أي أنا أتوقع أغلب اللي بداركم إنهم ينصبون عن الناس عرفت هو فيه، هو فيه ناس بس يعني محد راح يجيك يقول لك أنا هاكر أوكي تحس إنه فيه كذب يا بوي شفت القائمة اللي مسويها أنت شويك كذب القائمة اللي مسويها مرة مرة والله العظيم أسامة بنلاحظت القائمة من جديدة خليم يشوفون وش خدمات القائمة يوسم؟ فبالله أقرالي إياها خلني أشوفها يقول يا طويل عمر اللي حذب ناخذناها اللي هو شغلة صغيرة يعني تكون يقول يعني مثلا يخترق إيميل استرق فيسبوك اللي هي بمثل وخمسين اللي هي بمثل وخمسين يورو أتوقع أنها تطلع مئتين وعشرين دولار حاجة كذا أو يسوي لك فاير أو يضرب دو دوس هذا أبسط شيء يسوي لا بقالبا يلا نشوف إذا هذا أبسط شيء ترى قوية والله أي يا رجل يما قللي أول ما يجيك بالله يما شفيني خفت والله أنا خفت يا يوسف والله يخفت بدأ ترتبك أصدنا يا ولد بزر جيء قوي أدري ليه طاما هلا أسل لك واتساب ولا نرسل لك لا تكذب والله العظيم دخل 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 لحساب ارسليها بالله في الواتس ايه ولا دسكورد ولا أي شيء بالله دخل يوسف والله دخل والله دخل طبعا نشوفوا هذه أخر رسائل بيني بين يوسف جايب عامل دقيق غطة رقمك شوفوها يعني أخر رسل ارسله لي واتس يوسف يلا 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 ايه والله دخل فذا جتنيك أرسل لي واتس ارسل لي واتس لجهاز ويندوز لقد رصدنا عملية تسجيل دخول إلى جهاز جوجل ويندوز دك انت من سجل الدخول ليس عليه اوح اليوتيوب وكل شيء جاي لأنه نفس الحساب هو نفس حق اليوتيوب وبرائم لأنا مشترك فيه ايه بيوسف شوف من وين شوف من وين اللوكيشن بحفظ الصورة عشان حطى لكم في المنتاج ايه ورسل لي مكان التسجيل الدخول من وين خنا شوف اش كتاب لي هو كتاب لي شيء نعم هلا ضاه حسابي ماليت يا حكومة دخلت كنا نقدر وكلهم معرفوا اني هاكر شوف بالله يوسف تسجيل الدخول من وين ما قدر ما قدر قاعد يستعادت الإيميل قاعد يستعادت الإيميل يا الله ياب سحبه سحبه غير البريد الاحتياطي هادي هادي بالله غيرها دقيقة هادي شوف شوف يرسل لي أنا أبدأ تسجيل ما عليك برجعلك يا مالك لا تخاف أنا هاكرار في كل شيء لا تشلام هاهاهاها الله دقيقة شوف شوف يرسل لي الهين اللي بيرسل لي مالحقق كل ما سواء بموضعك لو سواء يوم تراني أضحك خوف ماني أضحك لا لا أضحك خوف ساما هلا هادي قاعد يتسرق حساباتي اه وش الحسابات اللي يتسرقها شوف شوف بإستجرامي شوف قاعد يدخل إستجرامي دخل إستجرامك اوه سجل لوكيشن بعيد وين هادي فيه اليوم تاريخ ثمانية واحد يوسف اليوم تاريخ ثمانية واحد شي دقك دقتك النفسية اي 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 اوه اتفاقنا ايميل بس مول دقيقة أنا عاد كل شيء الايميل لهذا دقيق 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 اسمع يوسف ها هو هو يعطيني يمكن شئ حين لاتشي الهم والله اسجل دخولي جماعة الخير من مكان بعيد شوفوه مكان بعيد مرة 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 بحط له لكم في المنتاج طيب الحين وش باقي باقي الحين اشوف هو متى بيرسلني انتظر يرسل لي يوسف معلومات برجلك برجلك حسابك والله لاتشي الهم يبس ماله شغل بالانستجرام سهلا برجلك يا لاتشي الهم آخ بسم الله والله بديت أخاف يمه لو جابه والله لو جابه جابه وخلصه أصحبه آه يا عين بيرجعلك لاتشي الهم والله لاتشي الهم يوسف ان شاي الهم حسابه الإيميل حقك يوسف آه منجلط منجلط طالة مرة أرسل لي يمهي لك يوسف والله أرسل لي يمهي لك والله شوفوا فالذات تسجيل بيطلال لكم بسم الله يلا خانشوف والله غير بسورد يوسف أعطاني بسورد جديد أعطانك بس حق الإيميل أعطاني البسورد حق الإيميل أرسل ليه أرسل ليه أموت عادي أطلع في الكاميرا طيب أوريهم كيف أطلع ذا بأنه بنغيره صاحب التسجيل غير كي شيء أطلع عادي أعازل تكفى أبي الأستجرام لا يروح علي أيه والله يطلع لما أصور لكم الشاشة أرسل لي الإيميل والبسورد جماعة الخير حق يوسف أرسلكها يوسف الواتس شيف يدخلك ولا لا يا عمي هذا قفل حياتي كلها مش صار معك قفل حتى الفيسبوك علي أتوقع يوسف هذه المقطع اللي عمدتها خاف يوسف عادي لأشي هذه اللي تصير ولا مهمة ولا ليش يميل عليه كل شيء شيف قفل عليها حتى الانستجرام هذا الفيسبوك يوسف اسمع يوسف تصصت قاعدة يمكن تصير فيها كات أرسلت لك البسورد ترى يوسف حسابك عادي ينزله حين كده وهو بهذل وليش جرب دخل بسورد حقك شف شغلك ولا لا اشتغل ولا لا يوسف يما والله يخوف ده اشتراه يوسف بالله شفتك فعلا إني قاعدة يسجل لا 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 يوالله فتح فتح بالبسورد أعطتك ياه والله فتح ايه الحمد لله بسم الله غير غير حط حطك في كل حمايات طيب يوسف دهواني بس بنهي المقطع بجيك يما خفت يا عيال والله اني خفت ايه والله اني خفت قلت لأجيب فأم والأيد الولد ولي قال لي انا برسلك اليميل لكيلم ميز الهنا جوعة الخير وصلنا نهاية المقطع اليوم جربنا وصلنا مع واحد في هذا البرنامج الديبوي بمدريش وحرفيا اخترق الجهاز اخترق اليميل اخترق الفيسبوك اخترق كل شي الهنا وصلنا نهاية المقطع اذا وصلت لي هنا اضغط على لايك وبرضه شارك المقطع هذا مع اخو ياكو اذا تبعون سوي سلسلة على عدة مقاطع على عدة اشياء بسلوب هذا اني يتواصل مع هكار اكتبوا لي تحفوا الكمنترات واجوكم بملا السلام عليكم